المفاوضات النووية مع إيران دخلت مرحلة الخطر مما دفع ذلك إدارة بايدن بالتفكير بخطة بديلة لمواجهة إيران هذا كل إجابة تصريحات من هذا الرجل روب ساتلوف وهو المدير التنفيذي للواشنطن انستيوت بالطلاعه ومعرفته لعدد من الشخص الموجودين في إدارة بايدن بأن الخطبة وضعت على الطاولة وبدأت تدرس بشكل جدي بعد تدهور القضية الموجودة في المفاوضات النووية حتى هذه اللحظة وطبعا إدارة بايدن وصلت إلى هذه النقطة وذلك لأن الخطة الأساسية التي كانت تعمل عليها إدارة بايدن الأساس مالت هذه الخطة حتى نطلع عليها بأنه مرادة والولايات المتحدة الأمريكية قالوا دعونا أيها الإيرانيون أن نعود إلى الاتفاقية النووية بنصها في عام 2015 لنحل القضية النووية وبعد ذلك نناقش قضية الصواريخ الباليستية وعناصر والفصائل الموالية لإيران الموجودة في الشرق الأوسط ورغم العرض الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي بهذه الصيغة إلا أن الإيرانيون يرفضون العودة يرفضون المفاوضات ويؤجلونها ويماطلون بها بشكل كبير وذلك لعدد من الأسباب المهمة واحدة من الأسباب هي أن الاتفاق في عام 2015 كان جذابا بالنسبة لإيران أما الآن لا فالأمور اختلفت تماما والإيرانيون تقدموا كثيرا في القضية النووية ولديهم طموح بالتقدم بشكل أكبر بالإضافة إلى ذلك أنه أيضا تقدموا في قضية الصواريخ الباليستية بشكل عالي والفصائل المسلحة الآن مقارنة بعام 2015 تشكل أوراقا مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين بدأوا يكسبون منها عددا من الأمور بالإضافة إلى ذلك أنه الإيرانيين أصلا الآن بدأوا يتعايشون ويعرفون كيف التعايش مع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية أقصى العقوبات وأخطرها لم تؤثر على الإيرانيين بل إن النظام الإيراني نجا وعرف كيف يتفادى هذه الأمور والآن أضيفت نقطة أساسية بالنسبة للإيرانيين هي أنهم الآن أصبحوا عضوا دائما في منظمة مهمة جدا اسمها منظمة شانجهاي للتعاون وهذه المنظمة طبعا تعطي فرصة كبيرة جدا للإيرانيين للخلاص من كل العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية على أي مستوى من المستويات ليس هذا فحسب بل إنه أيضا هي أدخلت إيران في قضية نظام عالمي جديد ألا وهو هذا النظام الذي نراه الآن بحلف مهم جدا للإيرانيين بين الصين وروسيا وهم الإيرانيون مع الهند بالإضافة إلى العقود والصفقات والاتفاقيات الاستراتيجية التي حققوها مع الصين ومع روسيا لذلك أصبحت قضية المفاوضات النووية والضغط على إيران من أجل الوصول إلى نقطة معهم في القضية النووية أصبح مفروغا منها على هذا الأساس ساتلوف كشف هذه الأمور التي يجب أن ننتبه إليها شوف شونه اللي قال العديد من المسؤولين والمراقبين الداخل وخارج الحكومة الأمريكية توصلوا الآن إلى استنتاج مفاده أنه يتعين علينا مواجهة الإيرانيين دون قيود بدأت واشنطن تدرك أنها بحاجة إلى خطة بديلة وبالحديث عن الخطة البديلة واضح بأنه سيكون جزء منها ضغطا كبيرا على النظام الإيراني كذلك قد تكون هناك خطوات ضد المنشآت النووية الإيرانية ولكن هناك أمرا آخرا بدأت تناقشه الأوساط البريطانية وتعتقد بأنه أيضا يجب أن يكون مهما بالنسبة لإدارة بايدن وهذا الأمر هو قضية مهمة جدا نشرته وتحدثت عنه الأرب نيوز اللندنية يوم أمس وهي مواجهة أذرع إيران ومواجهة أذرع إيران بالبدء من لبنان واستغلال الأزمة الموجودة في لبنان كيف يتم ذلك وجو بايدن ليس إنسانا حربيا ليس إنسانا عسكريا هو يبحث عن الدبلوماسية الأرب نيوز وجدت بأن هناك فرصة مهمة جدا وقادر جو بايدن من طبيعة الدبلوماسية أن يحقق نجاحات في القضية اللبنانية وتحديدا ضد حزب الله كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال ترسيم الحدود يعني على سبيل المثال أولا ترسيم الحدود على المستوى البحري طبعا الحدود البحرية بالنسبة للإسرائيليين واللبنانيين لا أحد يعرف ما هو لك وما هو عليك وبالتالي الإسرائيليين بترسيم الحدود بالنسبة للبحرية هم واللبنانيين سيعرفون أين حدودهم وبالتالي هذه تفتح فرصة لشركات التنقيب أن تعمل بشكل كبير الآن هي لا تستطيع أن تناقب ولا تستطيع أن أخذ بأي عقود لا على المستوى اللبناني ولا على المستوى الإسرائيلي وذلك بسبب أنها تعتبر منطقة متنازع عليها بالإضافة إلى ذلك ترسيم الحدود البرية هناك ثلاثة عشر نقطة ثمانية منها هم متفقون عليها اللبنانيين والإسرائيليين وحتى على مستوى حزب الله ولكن خمسة منها ليسوا متفقين عليها هذه النقاط الخمسة الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع استخدام الدبلوماسية بالضغط على الإسرائيليين بأنه تعالوا أيها الإسرائيليون واجلسوا على الطاولة وناقشوا هذه النقاط الخمسة من أجل إنهاء مشكلة الترسيم الحدود البرية وبالتالي معرفة كل واحد حدوده وين يوقف وهذه ممكن أن تتحقق وبعد تحقيق هذا الأمر الذي هو ممكن وليس بالصعب ندخل في أزمة أخرى وهي الأزمة الأخيرة وهي مزارع شبعة الموجودة في هذه النقطة مزارع شبعة مشكلتها بأن الإسرائيليين يعتقدون بأنها أرضا سوريا نظام بشار الأسد هو لم يضع تعريفا لهذه النقطة هو لم يقل بأنها أرضا سوريا أو أرضا لبنانية وهذه طبعا مشكلة وهنا تأتي أيضا الدبلوماسية من قبل إدارة جو بايدن بأنها تستطيع أن تضغط على رئيس الوزراء اللبنانية جديد من أجل أن يضغط على بشار الأسد من خلال الأمم المتحدة ويطالب تحت قبة الأمم المتحدة تعال يا بشار الأسد وقول لنا مزارع شبعة هل هي سوريا أم هي لبنانية إذا قال سوريا فبها وبالتالي ترسمت الحدود وحزب الله اللبناني أصبح حقيقة فارغ وحقيقة خارج قضية المقاومة وبأنه لن يستطيع المقاومة لأن كل الحدود الرسمت ولم يعد هناك محتوى للمقاومة بالنسبة لحزب الله اللبناني ولكن إذا قال نظام بشار الأسد بأن هذه الأرض لبنانية وهذا طبعا يعني بأن على إسرائيل أن تقبل بهذا الأمر وأن تترك مزارع شبعة لأنها أصبحت أرضا لبنانية ولكن هناك قلق إسرائيلي إذا ما تم هذا السيناريو أن حزب الله اللبناني ممكن أن يستخدم مزارع شبعة من أجل التجسس على الإسرائيلي لأنها منطقة جبلية مرتفعة على هذا الأساس أيضا دبلوماسيا ممكن حل هذا الأمر بإرسال قوات اليونيفيل إلى هذه النقطة أعطاها صلاحيات لتفتيش الممتلكات الخاصة وأعطاها كذلك صلاحيات على عمليات التحليق في هذه المنطقة وبالتالي تعطي ضمانات لإسرائيل بأن الأمور أصبحت جيدة وواضحة وعلى هذا الأساس محتوى المقاومة كما تحدثنا أصبح مختلفا وأصبح كبحا لحزب الله اللبناني أيضا استغلال الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها في الحكومة اللبنانية مساعدتها بشكل أكبر وبالتالي تصبح قوية أمام حزب الله اللبناني وتختلف هذه المعادلة تماما ولكن الآن الوضع بالنسبة لحزب الله اللبناني هو وضع طبعا قوي جدا مع الناقلات النفطية التي هي تصل إلى سوريا وكذلك تنتقل من سوريا بالصهاريج وتدخل إلى لبنان والمشكلة هنا بالنسبة للحكومة اللبنانية هي نددت بهذا الأمر وقالت هذه الناقلات التي ترعاها ويرعاها حزب الله اللبناني القادمة من المحروقات من الإيرانية أنه إحنا نندد بها وهي لم تأتي بموافقتنا وهو مضطر أن يتحدث بهذه الطريقة لأنه ممكن الخزان الأمريكية تعاقب اللبنانيين والعراقيين نحن أيضا مرتبطين بهذه القضية يعني واحدة من الأمور إذا ما دخلت قضية العقوبات من وزارة الخزان الأمريكية فاليوم المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف بأن هناك صهاريجا جديدة قادمة من العراق ثلاثة صهاريج قادمة حقيقة من هذه الناقلات اثنين منها حاملة لمادة المازوت وواحدة منها حاملة لمادة البنزين دخلت عبر معابرا غير رسمية إلى الداخل السوري الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي التي قادت هذه العملية وصلت طبعا إلى الميادين إلى منطقة اسمها منطقة الشبلي الأثرية وقامت بإفراخ كل هذه المواد تحت الأرض في المنطقة التي ذكرتها لكم طبعا في خزانات خاصة بها والمشكلة أنه في نهاية شهر الثمانية وفي بداية شهر تسعة كان هناك تسعة وثمانين صهريجا من الوقود دخلت بشكل غير رسمي من العراق إلى الداخل السوري وتوجهت إلى الداخل اللبناني وهذا هو الذي يفتح الباب للخزانة الأمريكية أن تضع ضغطا كبيرا على العراق إذا ما بدأت بالعقوبات في الداخل اللبناني ممكن أيضا أن تعاقبنا هنا وبالتالي ندخل في مشكلة حقيقية في هذا الموضوع على هذا الأساس الترتبات كثيرة على المستوى اللبناني على مستوى الخطباء التي تحدثنا عنها التي يفكر فيها بايدن والتي على ما يبدو حتى هذه اللحظة هي لم تكتمل رغم أن المفاوضات النووية دخلت مرحلة الخطب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر